اشتركوا في القناة تخيل أنها بعيدة المنال عن نادي الأهلي لأنه دائما كان طبع النادي الأهلي على مدار الأجيال لكن النهاردة التأكيد رائع وجميل أنك أنت بتكسب بطولة بأداء في فنيات زي كرة القدم أداء جميل وشوف الاهتمام من الإدارة كان شيء رائع الحقيقة الحقيقة نوداء عودة للانتصارات بعد توقف قصير جدا عودة الانتصارات فكرة طائرة لكن هو تأكيد مرة أخرى على أنه النادي الأهلي بكل فرقه دائماً بيلعبوا على البطولات ودائماً عينهم على الفوز بالألقاب والحقيقة أنا اتفرجت برضو على الماتش النهاردة كان أداء رائع جداً من الفرسان الحمر زي ما بنقول ويستحقوها وأعتقد أنه ده كمان بيؤكد أن هناك اهتمام من إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارته بكل اللعبات ليس فقط كرة القدم ولكن كل اللعبات فيه تمام بها وبما أننا بنتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي كان هناك لقاء بعد فوز النادي الأهلي بهذه البطولة مع نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق خلينا نشوف ماذا قال ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة وألف مبروك للجهاز الفني واللعبين مبروك لمجلس دارة النادي الأهلي مبروك لكل عشاء النادي الأهلي وجماهيره الكبيرة وأعضاء النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين زي ما احنا متفقين كمجلس دارة ماشيين على الخطط الطيبة بتاعتنا بنكتهد بنشتغل وربنا بيكلل البطولات دايماً يا رب بيكلل النادي الأهلي بالخير دايماً يا رب فألف ألف مليون مبروك يا رب ألف مبروك لحركة فندم طبعاً مجلس دارة النادي الأهلي وكل جميع النادي الأهلي لكن فرق طائرة بازي تعتقد السنة كمجلس إدارة الدعم الكامل لكابتن ميدو وحتاجه وكان موجود ومتوفر وأعتقد كل سبل كانت متاح أن الفريق إن شاء الله يحصل كل البطولات خاصة عندنا كمان بطولة عربية بعد أيام في النادي الأهلي إن شاء الله كل فرق النادي الأهلي نحن بنشتغل دايماً على المركز الأهلي ونشتغل على البطولة ونقف على ملاحظاتنا على بعض الحاجات اللي موجودة عندنا لو في أي ملاحظات بنعدلها بنجدد بنشتغل بنصلح لو في خطأ لأنه نحن أكيد مؤسسة كبيرة وبتشتغل بتشتغل على النجاحات أكيد من الممكن يبقى في بعض التعديلات بعض المتابعات بعض الحاجات دي كلها إنما في الآخر كلنا بنشتغل كمجموعة واحدة لصالح النادي الأهلي وده أهم حاجة في الدنيا إن كل الناس اللي موجودة دي بتشتغل بحب جداً للنادي الأهلي أعتقد أفندي المقولة عائلة النادي الأهلي بتتحقق وأعتقد أنه نحن أكبر عائلة في كون كل جمهور النادي الأهلي الكبير طبعاً أكيد يعني النهاردة النادي الأهلي يمكن عدد أعضاءه في النادي الأهلي وسطه حوالي تقريباً مليون مواطن مصري أعتقد ده رقم كبير جداً بالنسبة لي يعني عدد أعضاء النادي الأهلي كمان جمهور النادي الأهلي الكبيرة اللي ما شاء الله تعدت وفاقة التمانين مليون أو التسعين مليون مواطن المشهد بتغير دايماً للخير ودايماً الحمد لله نجاح للبطولات ألف مبروك كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي وكل الزمل أعضاء مجلس دارة مبروك لكل الجماهير ولكل أعضاء النادي الأهلي ألف ومليون مبروك للعبين دايماً رجالة دايماً بيساعدوا جمهور النادي الأهلي دايماً عينهم على العطوء على البطولة وبشكل متميز ودي أهم حاجة في المشهد أن أنت تبقى تلعب كمان وأن هدفك يبقى التميز هدفك أنك تبقى بتساعد جمهورك هدفك أنك لما بتحقق البطولة ما بتحققهاش صدفة بتحققها بشغل بإنجاز بتبع بتعب بجهد برقيب نتائج كمان إيجابية الحمد لله رب العالمين أتمنى لهم موسم يبقى إن شاء الله بإذن الله موفق زي ما بندعم الباسكت زي ما بندعم الهندبول الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله يبقى فيه إن شاء الله إنجازات طيبة بإذن الله رب العالمين بنتحرك على كل الملفات في النادي الأهلي سواء رجال أو سيدات لجميع الألعاب فإن شاء الله بإذن الله يا رب العالمين يبقى الخير دايما للنادي الأهلي شكرا يا حبيب ربنا خليك مبروك جميعا ومبسوط أن قناة النادي الأهلي دايما في الأحداث ومبسوط أن قناة النادي الأهلي مكتواجدة في كل ألعاب الصلاة متابعتها كاملة الحقيقة وإنتوا بتقوموا برسالة طيبة جدا شكراً جزيلاً الحقيقة للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على هذا الكلام الرائع الحقيقة ويعني حتى وإحنا بنتكلم أو الأستاذ عمري هو بيتكلم الأستاذ عصام والأستاذ جمال قالوا لي يعني لأنه ده الحقيقي يعني أنه عندنا بعض الملاحظات اللي بنقف عندها كلمة دي ندونها ونعمل عليها يعني لا بيها لأنه فيه أو ما فيش أو كذا لدينا ملاحظات ندونها ونعمل عليها موضوع سهل يعني فبالتالي هي كلمات مهمة جداً على نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق الحقيقة بس هو سبقنا الأستاذ عمري فاروق سبقنا في توجيه التقنية لقناة النادي الأهلي على أن هي بتلاحق في كرة القدم وكرة طيرة وكل اللعبات وده برضو حاجة كويسة ده حق جمهور الأهلي على قناة النادي الأهلي كل المباراة المزحة للنقل ده كويس جداً نحن نزحها في أي بطولة لو لو تنس طولة لو تنس طولة لو تنس طولة أي حاجة قناة النادي الأهلي متواجدة دائماً في كل طالما ما فيش حصريات يعني طالما متاح ليك طالما احنا ما بنزحاش على الشاشة والحقيقة كمان بغض النظر عن الباثة كابتن وودي مش مجاملة ليكو الحقيقة حتى ما تلتمس ما بعد الباثة لو ما عندكش حقوق بتحترم جداً تغطية لكن بتعمل التغطية اللي بتخلي جمهور النادي الأهلي أشعر بالقناة ده موجودة لأنها تقولك كل المتاح أنك تعرفه عنه هي دي برضو نقطة مهمة أولاً يعني رسالة هنا مهبة يعني إنه هو سيد أخوان بيتكلم في جزئية حتى لو أنت مش متاح ليك أنك تنق المباراة بس مباشر أنت بتغطيها إعلامياً بشكل محترم طبعاً وده ما أنا بقول لحدك دي ما هو ده يسمه الحق في المعلومة يعني إنه من حق جمهورك إنه هو أنت توفر له دايماً المعلومات اللي هو عايزها والحقيقة الأولى دعم لمجلس قدارة النادي الأهلي في كل هذه الأمور أعتقد كانت الأمور حتى لو لكن دائماً ما يكون هناك توافق في كل شيء الحقيقة يعني كل المباراة لازم يكون فيه تنسيق واتفاق كامل على كل الأمور كل المباراة اللي بيبقى من حقنا زي ما قلت لحضراتكم في جميع البطولات في أي مكان يعني طالما لنا رايتس أو حقوق إنه إحنا ننقلها كنادي أهلي أو كنادي الأهلي بيروح ننقلها لأن إحنا عندنا الحمد لله الموارد البشرية أو العمالة البشرية اللي موجودة كلهم على أعلى مستوى كوادر يعني عندنا الكوادر البشرية على أعلى مستوى أيضاً عندنا الكاميرات وعندنا كل حاجة فبالتالي مفيش حاجة تخلينا ما ننقلش إلا الحصريات كبراية وإذا الحقيقة وإحنا في الشغلانة والأستاذ الجمال والأستاذ الأساد زي يعني لا أنت وإنت بتغطي وما عندكش حقوق أنت بتبذل جهد أكبر بكتير بكتير جداً أنه أنت عندك حقوق بكتير جداً الحقيقة يعني لكوادركم الحقيقة يعني الحقيقة لا ولو مثلاً في المغرب إحنا نقلين تقريباً حاجات مهمة جداً جداً ولكن ده لو لا برضو أنه مثلاً أساس خالد مرتاجي كمنسق البعثة التواصل معه مستمر التواصل معه دائماً بشكل مستمر الكابتن محمود الحقيقة في كل شيء لما بيتوقف حاجة في القناة نتكلم كل حاجة الحقيقة دائماً هناك تواصل مستمر ما بين الجميع الحقيقة سواء مجلس ده حتى الرحلة بتاعت المغرب ومجلس إدارة اللايف الحقيقة برئاسة المهندس السيفي الوزيري ما إحنا هنا ده كله تعاون متعاون رائع لا إحنا حتى التغطية الخاصة لسفر فريق كورة إلى المغرب يعني أنا كنت موجود برضو في التغطية دي الحقيقة لغاية آخر لحظة يعني لغاية والله إما الطيارة طلعت قلت لهم ما نسافر بقى معهم نسافر معهم بقى في الطيارة وأول ما الطيارة تنزل معنا برضو أيما أول ما كان فيه الزملاء المرسلين موجودين فالحقيقة أنا بشكر جداً جداً للأستاذ العمري فاروق على هذه الكلمات الرقيقة جداً اللي بيقولها في حقينا إحنا دايماً موجودين ودايماً في ظهر قناتنا في كل شيء أو في ظهر نادينا الحقيقة في كل شيء طالما الحقوق متاحة أن إحنا ننقل هننقل ودايماً نحب أن إحنا نمتع جمهور النادي الأهلي من خلال شاشته وقناته قناة النادي الأهلي سيد عصام أروح لحضرتك في أمر هام جداً بعد الأخطاء التحكمية الفجة اللي شفناها نبالها وأن هناك الكلام على وجود خبيل مش بعد كل الأخطاء مش لا عشان ما حدش يفتكر أن أنا بتكلم عمرات الزمالك وسبوعها فقط ولكن هناك أخطاء كبيرة ووضحة في مباريات كثيرة خلال الفترة اليومين ثلاثة اللي فادوا تحديداً يعني الحاسة أنا برضو راسد إبراهيم نور الدين تحديداً لما حدرت تكمل السؤال من المفترض أن احنا عارفين أن الاتحاد كرة القدم قال أن في خلال 48 ساعة الكلام ده من ثلاثة أسابيع في خلال 48 ساعة هنبتدي تفاوض مع أحد الخبراء الأجانب فيما يخص الإشراف على التحكيم في مصر أسباني سويسري برتوغالي حتى الآن لم يحدث أي شيء قيل أن برتوغالي قادم خلال أيام بس أتمنى أن الأيام تبقى زيما إسلام قال اللي هو 48 ساعة يبقوا شهرين يعني أتمنى أن الوقت يبقى الوقت هو الساعات الحقيقية يعني وبالتالي يعني المعلومة اللي عنده حضرتك أنا اللي عندي برضو بتقول أن هو بكرة بعده خلال يومين خليهم ثلاثة خليهم لغاية آخر خلي الرجل ياخد لو يكندم على إيلة ويوده هو عشان ما يركبش أوبر ولا تاكس ولا حاجة وحد يوصله ماشي لكن غير كده مش هينفع والحقيقة برضو فيه رسالة محملانة بها الجماهير النادي الأهلي عليه قال يصمت تجاه عدم استكمال المسيرة بها جنبي مش علاماتش على الاتفاق الذي ولكن في حاجات بتحصل يعني مش ممكن الإعلان علىها أو لا يمكن الإعلان علىها أو من خلال القناة الأهلي وبالتالي إذن قد تكون كل واحد لقوا وجهة نظر ممكن يكون الإدارة بتعمل حاجة لوجهة نظر ولكن هناك ضغط كبير جدا جدا في هذا الأمر لأنه أنت لما حضرتك زي ما حاجبت تكلم كده احنا بنتكلم عن تطوير التحكيم في مصر وليس في النادي الأهلي على فكرة من ضمن ده إنه وحصل مع كلاتنبرج إنه مع أن أن أنت اللي طالب التطوير لصالح منظومة الكرة المصرية وصناعتها قد يأتي حكام آخرين ويلعبوك أنت السيجة برضو الأهلي مش هيزعل ليه؟ لأنه في الآخر عارف أن الصح هو ما سيبكر لأ يعني إحنا كلنا زعلانين يا أستاذ جمال من ما حدث في كاس العرب لأن ده مع مصطفى غربال ولكن هو حكم جيد حد يقدر يقول غير كده ولكن في هذه المباراة لم يكن موفقا أيها لازم يتقال لازم الكلام ده يتقال كمان أنا بنقوله آه ده لازم يتقال بوضوح لكن أرجع برضو لنقطة التحكيم كان موجود كلاتنبرج ولم يكن يجامل الآلي ولم يكن يجامل أي نادي بس على الأقل وده اللي إحنا كنا دايما بنتكلم فيه أنت بتشعر حتى لو فيه أخطاء تحكيمية غير موجهة وغير مقصودة حقيقي إنما من خلال وهذه النقطة أنا أسف وهذه النقطة اللي عايزين نوصل لها بالضبط يعني يعني أنا على استعداد لتحمل الحكم المصري وأخطاءه إذا لم تكن موجهة وبمسطرة واحدة ومعيير واحدة يا جماعة أبراهير نور الدين في وجود راجل أجنبي أوقف عشان مباراة الترجي وبلاتو ينايتد مش عشان ماتش هنا هو راجل شايف نفسه وحاسس إن هو ما فيش عدة قده وحسنا فعل عشان يبرز كل الحقائق إنه طلع في حوار متلفز وقال اللي قاله ده تفرجوا على نفسكم بقى يا جبلهاي اللي بيأمله معاكو ده بيقولوا تم إيقاف ما عرفش حاجة بيقولوا لا ده أنا قريت الخبر الإيقاف تفتكر على إيه على إنه هو طلع إنه هو صرح بعد المتش مش على أداءه يعني يعني معلش هاتلي السورة يا ساميل لو سمحتنا نعرف إيهنا بقالنا يومين السورة دي لكن أنا برضه يمكن يمكن أنا مش شايف هل حضرتك شايف أن راكلة الجزاء التي لم تحتسب أمس لنادي سموحة هي راكلة الجزاء صحيحة ولا لا كل خبرات تحكي لا لا رأي يا أعصام شالتون رأي طبعا ضرب الجزاء طبعا ضرب الجزاء طبعا ضرب الجزاء طبعا واضحة واضحة هل فيه كلام يعني التانية هو فيه نقطة كابتن إسلام فضل النهاردة انت شفت متشاة كاس العالم وأداء الحكام وكاس العالم للأندية مصطفى غربال لما بيستدعى نحن بنتكلم أنا أسف لأن هي دي الصورة اللي موجودة من الفار يا أساس جماعة لا الصورة طبعا قاتمة جدا لا أنا قاتمة لكن أنا في النهاية حضرتك شايف شايف باينة طبعا باينة لأ أنا بتكلم بقى على جزئية هنا وشاشة أبعد وبي بص أنا بتكلم على جزئية تانية أن الفار لما بيستدعي الحكم شفت عمل إيه الفار في كاس العالم للأندية لما استدعى الحكم مصطفى غربال في اللعبة اللي هي كانت ضرب الجزاء وتلاغت وتم طرد خالد خالد عبد الفتاح يعني هو الفار مش بيستدعيك عشان بيهزر بس الخرار في الآخر للحكم هم قالوا هم قالوا بس مش باللي عملوا برأيب دا الحقيقة يعني مطروقة دا راجل فيلن مش همه حد مش ممكن يعني وأنا أتحدى أنه يجيب الحوار اللي على الصندوق الأسود بينه وبين الراجل هيكون فيه كلام يعني يشيب له الأبدان يعني لأنه دي طريقته أخذ مش همه حد دا بيجري فوص في فوص اللعبة كأنه احنا بنلعب كده في الجنيه لا وبرضو وكل العاجات غلط ومش عاجبه حد وإصرار على خطايات الإصرار على إنك ما تغيرتش رأيك دا مش هدف الفار الفار مهمته اللعبة اللعبة أيوة بالضبط لما يكون فيه لعبة محتاجة لتصحيح تتصحح يا كابتن ما فيهاش حاجة بصرف يعني سواء بالنسبة لإبراهيم نور الدين أو غيره أو غيره احنا بتكلم على التحكيم كابتن إسلام ألا احنا بتكلم على مجمل على التحكيم على مجمل ولكن أيضا التحكيم في مصر يا جماعة طيب وإحنا إزاي نوصل لهذه الدرجة من السكوت على الأخطاء هو ما هي دي النقطة يعني أنا الفار دا معمول علشان نجيب الحكم أقول له زي ما حضرتك بتقول يا أستاذ جمال يا كابتن عصام الكرة دي ضرب الجزاء وهي اللقطة هي الرجل على الرجل والكرة في النص بينهم مش بحتاجة كلام أنا لأ مش هقول لك لأ برضو مش هعملها يا كابتن إسلام في حكام الأول هو إبراهيم وغيره بس ما أعملش حاجة فمش أنقول أقوى من اللجنة كابتن فيه السيد وأنا بحبه باحترمه جدا طالع لك قال نما الأخطاء ولم تؤثر دي جملة مطاطة يا كابتن أخطاء إيه لم تؤثر على لتكت المباراة خطاء دا لم يؤثر إزاي يعني ما هو أنت بقى هتبقى عرضة خلي بالك الزمالك يعني ما هيجورك لا ويكسب أكتر هيبقى عرضة بقى أنه كده يدخلك في محظور أنه أنت بتدافي عشان الأهل يا سيدي إزاي وإنت مدي ناس إنذارات ومش حسب لهم بنالتي رؤى العين إزاي لم تؤثر كابتن فيه هو مصطفى غربان لما الحكم الفار صحح له قراره الآهل تضر ولا ما تضرش ضر طبعا بس هو كحكم نفذ الهدف من وجود الفار التصحيح اللي هو التصحيح إذا كان واجبا بالزبط يعني رغم أنه ده أضر أضر بالنادي الآهلي برضو هو بس لما الآه من برة عمل حركة لطيفة وكده وكان مضغوط عليه واضح أنه هو رجل الآهلي بيكسب معه دايما وكلنا في الأهم عرب أحيانا يعني لأنه رجل محترم الحقيق فأنا لأه برة قالك بالمرة إيه لأ ده الرجل جال سيء والآهلي بيكسب طبعا صعب طبعا طبعا صعب لكن شوف اللي بتسأل خلاص يا أهم قلت للراجل باي باي الراجل خرج شكرا هو ده اللي احنا دايما بنسأله إذن هل هناك بمعلوماتك ومعلوماتك يا سؤال جمال هل هناك خبير أجنبي قادم ولا هو كلام وخلاص اشترك لأ فيه لأ فيه فيه وما قاله خلال أيام دعنا ننتظر فعلا لنهاية الأسبوع يعني مع بداية الأسبوع بداية الأسبوع بعد الويكيند يعني يعني هل توصلوا بالفعل للاتفاق مع الحكم البرتغالي أعتقد أه البرتغالي بس الاسم هو من نناس دورتي دورتي وهو رجل ليه تاريخ في التحكيم وعاش دول كتير يعني وبعدين كمان البرتغاليين عندهم كارزما يعني ما أعتقدش ان هو يعني يسيب السائب في السائب في السائب طيب هل هل من الممكن نعم ان احنا برضو نرى هذا الموضوع قريبا يا أستاذ جمال بمعلوماتك يعني لا أتوقع ان ده يتم خلال الأسبوع الجاي طيب وعلى فكرة هو ضرورة لا لشيء إلا تحت الشعار واحد انت مستعد تتقبل أخطاء التحكيم إذا ما كانتش مقصودة نعم انت الأخطاء واردة حتى في وجود الفار ما بنقولش وارد جدا وارد جدا بس إنها تبقى أخطاء متعمدة هو ده الشيء اللي بي مش هقولك بينرفز نادي معين مش القالي انا مش بنتكلم 18 نادي أيوة بدليل بيخل بالمنافسة الشكاوي الكتيرة جدا اللي كانت قبل كده متقدمة طبعا من كل الأندية يعني لما جيك لاتنبرج يا كابتن كان قدامه شوية شكاوي 17 نادي مشاكين يا جماعة كل الأندية مشتكية صحيح فطبعا ده مش في مصلحة انت بتتكلم على مصلحة الكرة المصرية أي إنه لازم يبقى التحكيم المصري على مستوى الجهود والأموال اللي بتنفق ما هو انت على الصناعة دي أيوة دي صناعة وانت بتصرف عليها كتير ما يجيش بقى حكم بحجة أنه سيد الملعب ويطيح في النهاية طيب أستاذ عصام ألف بقى كرة القدم الحديثة التي تضمن للمنتخبات والأندية في البطولات القرية وقلنا أن بوشكش ألف الخمسينات أن يكون هناك تحكيم عادل تضمن وجود مستوى أكثر من رائع تمام لجنة القيم اللي تم الإعلان عنها ولجنة الرصد الإعلامي اللي تم الإعلان عنها إيه رأيك؟ لا الحقيقة طبعا اللجنة اللي فيها القامات والهماد اللجنة رائعة يعني هي تعودنا عن اللجنة اللي كان فيها المستشار العظيم محمد عبدالصالح اللي تقال إن ابن الكابتن عبدالصالح الوحش رحمة الله وطبعا ده كلام لا طبعا كلام غير شهد أيه يعني الله يرحم الكابتن عبدالصالح الوحش وخالد ابن الله يرحم كان عنده خالد لمن لا يعرف يعني لكن الحقيقة ده تعويض رائع عن اللجنة الفائتة نتمنى بس إنها تدرس كل اللي فات يعني ما يبقاش إيه سكة على اللي فات وابدأ نتمنى دي حاجة الحاجة التانية أنا عايز أعرف التعاد الكرة يعني يهي أعمل لجنة رصد يا إلام يعني عايز أفهم يعني انت ملك بينا عم يا عم إحنا نقول اللي نقوله ما عادة آه بس في المحد يا سب أو 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 بس لا هو في هنا تدخل أنا برضو تخضيت جدا لما قريت الخبر هو تريبا بيعملها نفسه عشان يقدر يهد لا لا هو عملها زي ما أنا قريت الخبر بقى من الموقع بتاع الانتحاد إنه هو عامل رصد الإعلامي لمخالفات عناصر اللعبة اللي هو مش إحنا لا لا موجودة ياريت ياريت حتى ياريت 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 لكن لو حد خده في السكة بقى بتاعت التخويف دي بقى والحاس إن فيه جستاب وبيقود اتعاد الكرة بص يا بيش بص يا بيش أصلي من حقك إن حالك تنتقد حضرتك لا من حقه كمان يشتكيني ومدام نقابتي ما لهم لا نتابع المجلس الأعلى للإعلام وتابع نقابة الصحفي ما حدش ينكون نحن فأنا لما قريت الخبر في البداية تخضيت برضو نفس الخط إذا كان فيها ودخلت على الخبر شفته بالتفصيل اتنا الخبر يا شباب لو سمحت مرة تانية ياريت أه عمر هيقدر يجومنا على موقع الانتحاد يعني على الفيسبوك إنه هو لمتابعة أداء تصريحات العناصر عناصر اللعبة على وسائل الإعلام ده حلو جدا لكن أيضا اللي أنا برضو فهمته من بعد أعضاء مجلس الإدارة إنه رصد ليهم على أساس من يخطئ من وجهة نظرهم ياخدوا الخطأ أيها ويرفق ويودوا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه إحنا أخطأ فينا لفنان الصيغة ده على حد معين يعني ياريت هو عمر لو جابه لنا هتلاقي النص كده بالزبط لأن المجلس الأعلى للإعلام عنده عنده لجنة خاصة ولكن هل في الآخر سيتم تطبيق كل هذه الأمور بمعنى إن أنا طلعت وقلت كذا وكذا 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 لازم ولو ما تطبقتش معليش يعني أنت بتضعف لجانك لما ما تطبقش قراراتها صحيح وتوصياتها شمعنا لجنة المسابقات يا أستاذ عسام أنت بتطبق اللي هي بتقول عليه وبيبدو الأمر صوري لو ما تطبقتش ويبقى شكل سيء جدا لا ولا تليق بالأسماء الكبرى اللي موجودة في لجنة الانضباط كلهم قامات قانونية كبيرة أعتقد أن هم حيبقوا حريصين يا أستاذ أسلام على أنه القرارات بتاعتهم تطبق على الجميع بدون استثناء يعني طيب أتمنى أن ده يتم تطبيقه خلال الفترة اللي جاي يا اللجنة الموقرة أنت محكمة عدل إياكم ويقولك ما حولناش في كل العالم هذه اللجنة من حقها أن يكون لها أيون إعلامية مش بشر لا شرائط المباريات والأحداث والإعلام كافة حتى لو مش أنت اللي هتسحب قلهم أنتوا ما بعدتوش ده ليه نأمل في ده وفي دور تاني ممكن الشكاوى بقى يعني هو ممكن لجنة الانضباط تمام تبحث في الشكاوى المقدمة يعني بمعنى في نادي أو شخص أو غيره بيعتدى عليه لفظيا في أي وسيلة إعلامية بيتقدم شكوى بتنظر ويتخذ برضو فيها القرار المناسب أو الحكم المناسب طيب نتمنى يعني والحياة كلهم قامات كبيرة جدا بلزبط عندنا ثقة يعني مبدئيا ثقة كبيرة جدا فيهم ولكن إن شاء الله كل هذه الأمور حتبان خلال الفترة القادمة أروح بحضرتك لمبارات الأهلي والهلالي أستاذ عصام برضو كلمات عن هذه المباراة من وجهة نظرك في ظل صعوبة هذه المباراة بعد كاس العلم للألم شوف الراجل كولر يعني أعطى شارط أنه الفرق الكبرى ما عندهاش مباريات سهلة إذن كل المباريات يصعب استسهلة يعني بسيطة ما تستبسطهاش وبالتالي هو شغال في السكة دي هو بيحط مبدأ إن سكواد النادي الأهلي بدل ما تستنى كما حدث يعني مع الموس قبل كده أنك تستنزف كل الأعمدة الفقرية يعني بتاعتك إلى أن يعني العظم يخبط في بعضه الراجل بقى شغال على لعبة أحدث شوية بدنيا مع الناس اللي معاه المخزون اللياقي يعني إسلام ممكن يتعب إمتى وبالتالي بيتدخر إسلام وبيتدخر عصام وبيتدخر زهيري وإلعب عمر وآخرين علشان السكواد كل بقى واحد كما حدث في فريق أنت مثلته كل مركز فيه اتنين لتلاتة بتقطعه فللات بعض عشان تسمعه أول حداشرة لكن اللي بره دول هم الاحتياط الاستراتيجي وعايزك تكسب لأنه خلاص فيه مقياس لفريق كبير عنده أكتر من منافسة الراجل ده وطبعا البطولة كانت كشفة لكن هو هيشتغل على لعبته واللي مش بيصدق أنه حتى لو الناس لها حق تقول وكان لازم يجي فرود وكل حاجة لكن الراجل عمل اللعيبة اللي كان بيتقلع لهم هيمشوا مع راحة مع سيستم عادل من مدير فني أوروبي حديث هم اللي وقف على رجلهم وعيد تدويرهم وعيد تدويرهم أعتقد أنه ممكن يكون بيفكر في ماتشي لالب الصورة دي لكن مش هيفكر دلوقتي في فكرة الشهر ستة وسبعة وفترات الانتقال يعني لكن ممكن الراجل ده ما تستكترش إنه يكون ناسه شغالة على يعني بحثيات ربما يدور على بنقول مثلا مهاجم سفاح يدور على مهاجم فتك تحت السن يعيش معه شهر ستة إن أمكن اللي هو ممكن يعني أو سفاح تحمل التمرين أو سفاح تحمل الله يعني ضمن منظومة تحت السن تقدر على رأس كل شهر تسجل فممكن يكون بيفكر كده لكنه لن يهدر اللعيبة اللي معاه وما حدش يصدق أبدا إن الراجل ده بن هو اللي بينقلب على لعبين خالص أستاذ جمال أسمع منك برضو طبعا المباراة مهمة جدا هي بداية افتتاحية مباريات النادي الآلي في بطولة جديدة من بطولات دوري أبطال أفريقيا أو في دوري المجموعات يعني وبالتالي هي مهمة جدا لأن هي دي بداية الدائرة اللي النادي الآلي دائرة الانتصارات اللي النادي الآلي بيبقى فيها هو بيوصل كاس العلم للأندية خلاص نقفل على كاس العلم للأندية دلوقتي انت عندك أهم حاجة دوري أبطال أفريقيا الدوري العام ودي نقطة كمان مهمة جدا يعني أول خطوة هتخطوها أمام الهلال السوداني صحيح فريق محترم ولو تاريخ مع النادي الآلي لعب لعبه عشر مرات تقريبا كده كان الفوز أربع مرات واربعة تعادل لصالح النادي الآلي ثم فوز الهلال مرتين يعني هو فريق يعني لابد أن يعمل حسابه جيدا وهي مباراة تعتبر افتتاحية بعد تأجيل مباراة القطن الكاميروني مهمة قوي أن النادي الآلي جاي من نشوة اللعب فيه كاس العلم للأندية فمحتاجة ننزل شوية بقى بسقف المنافسة أن أنت دلوقتي عايز تحقق أفضل نتائج وتعدي مباريات دوري المجموعة وتبتدي مشوار جديد للوصول مرة أخرى إلى كاس العلم للأندية بإذن الله واللي أنت ما قدرتش تحققه المرة دي إن شاء الله المرة الجاية تحققه ويمكن أنت يعني اليومين الفترة اللي فاتت أنت غطيتوا كل ما لقوا علاقة بكاس العلم للأندية بتحليل الفني أنا شايف برضو إجمالا أنه النادي الآلي كان قريب جدا أنه يحقق نتائج أفضل يعني خاصة أمام ريال مدريد وأمام فلامينغو لو لا الظروف والسيناريوهات اللي احنا تفرجنا عليه يعني في الدقائق الأخيرة بيحصل عدم تركيز شوية كل دا عد خليني أفكر في اللي جاي ويوم السبت فقط بقول أن هي ما هياش عيوب فنية خطيرة هي عدم تركيز في فترات معينة كان ممكن نتيجة أفضل لكن إجمالا أنت الرابع على مستوى العالم ده إنجاز ده يرفع ترتيب النادي الآلي على المستوى العرب والأفريق سيز جمال فرقة لابت يا جماعة فرقة لابت أربع ماتشاط في عشر تيام واحد يقول لك بطولة طرفية اللي ودى ريال مدريد وفلامينجو يا جماعة برضا يا سيز أسام مهم جدا نسلو التقارب مواعيد المباراة أنت لعبت أربع مباراة مواعيد المباراة بس ولما تسافر بباص وحضرك نجم كورة لا لا طبعا دي قصة التالي بعد بعض العودة هتلعب مباراة الهلال بعدها بتلات تيام مباراة أخرى ما عندناش مشكلة إذا التزموا بمعايير وأنا معجب جدا أن الألم يقول لبداله لأنه هيبقى مصرة على اللايحة تلات تيام جوه واربع بره غير كده ما ظنش أن الألم يمكن يوافر وبعدين هي كانت بطولة بعيدة خالص عن اهتماماتك السنة دي وربنا رجع عائلك آه دي كاس العالم كاس العالم احنا نتمنى بقى ربنا نجع لك حقك شوية آه طبعا على النهاية نتمنى بس مباراة الهلال يبقى فيه تركيز جدا وأنا بشوف كمان أنه ده مهم قوي حتى لا تتكرر سيناريوهات مرفوضة بعد العودة واستئناف الدوري كل التركيز في المبارايات ليه ما تخليش بقى الدنيا تسرسب تسرسب منها تحت أي مسمى وكولر عنده تتكلم عن الفترة اللي جاية السابعة تابعا آه طبعا سواء أفريقيا أو دول بالضبط انت عندك متشاط في اتجاهين أقوية جدا كلهم متشاط صعبة آه وكلهم متشاط صعبة فلابد من التركيز الكامل طيب أخيرا يا أستاذ عصام مبارايات منتخب الشباب أنا بشوف أنا الآن الحقيقة آه الآن على الجيل فيه تالنتد وفيه لعيبة كبيرة قوي من الظلم أن اللي عندنا مسابقات تحميهم وعلى بطولة تحت 23 سنة أقول لحضرتك يعني عارف يا أستاذ عصام كلام مهم جدا لأنه هو جيل ولا عندنا أصلا حد يقول أين الرعاة أين مش عارف إيه خرجوا لعيال دي 23-30 مالش أنا عايشت منتخب شباب كابتل حسام غالي ربنا يديله الصحة من الدكتور محمد علي وكنا منبات معهم في فندق وفي استادة القهيرة إلى أن تولى شوق وحمادة ومتعة مصطفى الله أرحمه وإحمد سليمان مش عايزة نسى حد كانت السمة الغالبة 54 مباراة بل كأس العالم في 2001 54 مباراة كابتن عشان تروح الأرجنتين عسكر في شيلي لأن للأمانة ساعتها أنا بختلف معي شاوي في حاجات كتير لكن خد بالعلم وكلم ناس خبرة يعرفهم في جوالات قالوا له روح نفس الأجواء أستاذ جماعة نفس المعايير شكرا كنا بنلعب أنا وقولك أنتو إيه أنتو اللعيبة دي مش عالمين ليه وبالتالي حرام اللي تعمل في الجيل ده ربنا أستر شكرا جمال كل الدعم طبعا للمنتخب بناتمنى لهم التوفيق رغم أن احنا عارفين أن المأمورية صعبة جدا لكن كلنا ثقة برضو في ولادنا للشباب أن هم يقدروا أن هم يحققوا نتيجة كويسة في هذه البطولة إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب أنا بشكرك جدا يا أستاذ أصاب شكرا جبتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا أستاذ جمال على وجودك معنا شكرا جزيلا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير